تتواصل فعاليات كوب 27 من شرم الشيخ حيث ينضم إلينا مرسل التلفزيون إلى هناك كريم بيبرس كريم هل لك أن تحدثنا عن ما شهده اليوم من فعاليات نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بدأ اليوم فعالياته بالسمى الرئيسية لهذا اليوم وهي الطاقة والمجتمع المدني وهم ملفان همان جدا في التعامل مع التحديات والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع في حقيقة الأمر أن الطاقة كان لها ربما المجال الأوسع والأهم اليوم خصوصا أن التحول للطاقة الخضراء وهيدوجين الأخضر كان هو ربما النقاش الرئيسي والأساسي في العديد من جلسات اليوم التي بدأت منذ صباح اليوم وربما بعضا منها جلسات مغلقة ما زالت مستمرة حتى الآن للخروج بتوصيات وآراء متنوعة حول آليات تنفيذ هذه الآراء والتوصيات التي من المفترض أن تخرج من كوب 27 بدأ اليوم بجلسة هامة للتعامل مع الطاقة الخضراء والتحول للهيدوجين الأخضر وأيضا كان هناك عدد من وزراء الطاقة ووزراء الكهرباء الذين جاءوا من الكثير من دول العالم سواء كانوا من الدول الأفريقية أو حتى من الاتحاد الأوروبي أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية تواجدوا فيه جلسات نقاشية مجمعة وجلسات أيضا نقاشية خاصة للتحول ودعم التحول الأخضر وفي الأساس الدعم المادي أو التمويل الخاص بالتحول الأخضر والتعامل بالهيدوجين الأخضر هذه كانت نقطة هامة وتحدثوا أيضا عن فكرة التعاة الدعم الحكومة والحكومات المختلفة والقطاع الخاص لهذا التحول سواء كان للبلاد التي تأثرت بشكل سلبي في البلاد النامية أو حتى الدول الصناعية عن دعمها المادي لهذه الدول النامية وأيضا تعويض الدول النامية عن الخسائر التي حلت بها بسبب هذه التغيرات التي حدثت بسبب الدول الصناعية في الأساس كان هناك دور فعال وهم جدا لمنظمات المجتمع المدني اليوم في عدد كبير من الجلسات والذين رصدوا الوضع الفعلي على أرض الواقع للشعوب التي تأثرت بالتغيرات المناخية وناقشوا كيف تأثرت بعض البلدان بالفعل من الفيضانات أو حتى المجاعات وخصوصا الدول الساحلية التي تمث بشكل مباشر المحيطات أو البحر أو غيره من الموارد المائية المتواجدة على الكرة الأرضية يعني تحدثوا عن آليات التعويض ومنظمات المجتمع المدني وسائل العمل على أرض الواقع وأيضا ما هي المفاتيح الهامة التي يجب العمل عليها لوضع الحلول على طاولة المفاوضات والنقاشات وأيضا التطبيق الفعلي للحلول وبالطبع لتطبيق هذه الحلول كان هناك نقاش هام حول المائة مليار دولار الذي تعهدت بها الدول الصناعية في جلاسكو واتفاقية باريس وغيرها وأنها لم تطبق حتى الآن ولكن من الجانب الآخر من الدول الصناعية تحدثوا عن بداية جديدة للتطبيق الفعلي خصوصا من كاب 27 من مصر وبدعم مصر كبير لهذا التوجه توجه التطبيق الفعلي بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية بدعم التحول الأخضر في عدة دول ومنها جمهورية مصر العربية وكان هناك أيضا حديث عن محطات الطاقة الشمسية على حدود المكسيك على سبيل المثال وبعض أيضا الاستثمارات في مدغشكر وعدد آخر وكبير من الدول وأيضا توأمات تواؤم واتفاق واتفاقيات مختلفة داخل الدول الأفريقية وأيضا بعض الدول الأسياوية للتحول الأخضر ونقل أيضا الخبرات في التحول الأخضر هنا في مصر كان هناك بداية للتحول لهايدروجين الأخضر وإنشاء المصانع الخاصة بها الهايدروجين الأخضر واتفاقية خاصة مع المملكة العربية للسعودية في إنشاء مصانع الهايدروجين الأخضر وكان هناك بالطبع إشادة في حقيقة الأمر من بعض الدول الأفريقية وقادة الدول الأفريقية عن نقل هذه التجربة للدول الأفريقية وبالإضافة لنقل تجربة الهيدروجين الأخضر كان هناك حديث حول نقل تجربة مبادرة حياة كريمة للدول الأفريقية وهي أيضا جزء منها هو تطوير حياة الشعوب ولكن أيضا تطوير يكون صديق للبيئة بالإضافة لكل هذه التطورات الخاصة بالمجتمع المدني والطاقة كان هناك الجزء الخاص بزيارة الرئيس البرازيلي هنا في كاب 27 والذي كان هناك بالطبع حديث في الأساس عن الوصول للحلول الجديدة خصوصا أن البرازيل كانت من أكثر الدول المليئة بالغابات الخضراء ولكن تقلصت هذه المساحات بشكل كبير في الفترة السابقة مما أدى أيضا لزيادة كبيرة في الانبعاثات الكربونية وأثر بشكل مباشر على التغيرات المناخية لذلك توجه جديد وتكاتف دولي لمساعدة برازيل لعودة هذه الغابات أيضا وزيادة المساحة الخضراء مرة أخرى هل من مبادرات خرجت من فعليات هذا اليوم؟ ربما لا يوجد مبادرات رئيسية تم الاتفاق عليها ولكن كان هناك نقاشات مختلفة للوصول لهذه الحلول كان هناك مبادرة بالأمس يعني من المفترض أن يتم العمل عليها مبادرة أويك وهذه مبادرة هامة لتوعية أيضا والاهتمام بالتحول الأخضر بشكل عام هناك العديد من البيانات التي ستصدر غدا بناء على الاتفاقيات التي حدثت اليوم وفي حقيقة الأمر ما زالت هناك بعض الجلسات المغلقة كما ذكرت في البداية ما زالت تعمل على الخروج بهذه التوصيات وكتابتها بشكل متفق عليه من جميع الجهات لتخرج غدا خصوصا أن الاتحاد الأوروبي اليوم كان له مبعوث خاص تتحدثت عن التحول الأخضر والتعاون بين القرارات للتحول الأخضر وأيضا تحدثنا عن أن غدا سيكون هناك كلمة خاصة واتفاق خاص سيظهر غدا في التحول الأخضر وأيضا كان هناك مبعوث الاتحاد الأفريقي والتي تحدثت أيضا عن هذا الاتفاق التي سيتم عرضه غدا أو الإفساح عنه غدا بالتعاون بين العديد من ممثلي دول القرارات سواء القرارة الأفريقية أو القرارات الولايات المتحدة أو حتى الاتحاد الأوروبي نعم مرسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كنت معنا من مدينة شرم الشيخ شكرا جزيلا لك